بناء سياسات اقتصادية أكثر تنوعا الاستفادة من التطورات الجيوسياسية العالمية وإجراء إصلاحات هيكلية محلية كلها عوامل تضافرت فدعمت المؤشرات المالية السعودية لتحقق ميزانية المملكة العام الماضي فائضا لم تعهده منذ سنوات بلغ قرابة 28 مليار دولار لم يكن صعود أسعار النفط العامل الوحيد في بلوغ عوائد المملكة مستوى 339 مليار دولار إذ رغم ارتفاع إرادات الخام 52% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه فإن قطاعات السياحة والنقل والمواصلات ساهمت أيضا في هذا النهوض ذلك أنها قطاعات تمثل حجر الرحى في تنويع موارد اقتصاد السعودية ضمن رؤيتها للعام 2030 البلد الخليجي الذي نمى ناتجه المحلي بواقع ثمانية وسبعة أعشار بالمئة خلال العام الماضي زادت إراداته غير النفطية بواقع تسعة عشر بالمئة على أساس سنوي نمو يعكس المكانة التي باتت تحجزها القطاعات الخدماتية والانتاجية غير المرتبطة بأنشطة أرامكو وتفرعاتها السعودية الساعية إلى توطين بعض الصناعات الثقيلة والتقنية والتي أطلقت منذ أيام برنامج شريك لتعزيز دور القطاع الخاص في العملية التنموية تريد تغيير وجه اقتصادها ليستنفر الطاقات التي بقيت كامنة دون استغلال بما يساعد المملكة على احتواء ما يطرأ في المستقبل من تحديات واستثمار ما يلحو في أفقه من فرص